موسيقى 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 نيجي بقى للميثود راكم 5 اللي هي تيشو كالتشر راعة الانسيكا وده تكنيك احنا اعتمدنا فيه على ان الخلايا النباتية بتاعتنا او البلانت سيلف بتكونتين اول الجناتك ماتيريال فبالتالي بتقدر تعمل لو انا حطيتها وفيه مناسب لها بتقدر تعمل استفدت من الموضوع ده استفدت ان انا حلت مشكلة المجاعات استفدت ان انا زراعة الحاجات اللي هي ندرة جدا انا اقدر استفاد منها طبعا بالحفاظ على الانسجة بتاعتها بفكرة بقى ده نوع من باعتمد فيه على طب انت ايه اللي حصل حصل ان انا عملت تجربة او تكنيك اعتمدت فيه على ان كل اللي موجودة في البلانت فيها كل الصفات الوراثية فانا لو وفرت لها الميديا من المناسب تقدر تعمل فيه والكلام ده حصل بالفعل واستفدنا من التكنيك دول في التلات حاجات اللي احنا لسه متكلمين عليهم شوف بقى انت المعاصر بعض النباتات تخلف بالطريقة الخضرية زي مين بقى زي البوتاتو خدت خدت بتاع البوتاتو ده وقطعته الاجزاء وكل جزء كبر فعايز يعرف من الاختيارات مين من الاختيارات اللي قدامك في الجدول دي اللي هتوصل نوع الريبودكشن اللي تم طبعا نوع الريبودكشن واضح ان انا ما بقاش فيه في جميع ولا في ميل ولا في ميل ده انا قطعته الاجزاء وكبر فبالتالي ده نوع من الريبودكشن اللي هو وبيسألك عايز يعرف نوع عايز يعرف نوع هطلع مختلف فلوما عملت شباب يبقى انا ما حصلش فيه اختلاف خالص بقى من الاختيار اللي بيقول النوع ده من الريبودكشن وفي نفس الوقت بيقول ان الجيناتيك انفرميشن تفضل ايدنتيكال ده موجود في في قطع محطوطة او متقطعة في وبقى او العكس ده التكنيك بتاع اللي احنا اعتمدنا فيه على ايه اعتمدنا ان موجود فيها كل الجيناتيك متريل فبالتالي بتقدر تعمل لما بحطها في ميديا مناسب عشان تكبر وتديني اختيار واحد بيقول لك ايه هو هيعمل لك هيحصل تغير مرهوفي ما بيعملش تغير اصلا هل انا بستخدم المنزماتيك سيلز ده طبعا غلط يعني المنزماتيك سيلز او المنزماتيك تيشو مش موجود في البلان ده ماتيو سيل كان ديفايد ان ديفرانشيات وانس اجين افتر ريديوسين ايه انا اخدت الجيناتيك متريل واسمتها الجزئين هل دي تقدر تعمل جينيشن وتكبره برضو غلط يبقى انا اعتمدت هنا على ايه اعتمدت على اختيار دي ايه اللي حصل في اختيار سي ان كل البلانت تيشو فيها بتاع الجيناتيك متريل بايه ايه نوع بالميتوس بديك شكل التكنيك قطعته حطيتهم في وفضلت في ففي الاخر ده نوع فبيقول لك اول اجابة ايه اه 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 انا هستخدم ده في ايه هستخدمه في انتاج في الحاجات المنتشرة او الشغلات المنتشرة لا ده انا باخده في الرير الحاجات الندرة فبقدر اعمله الفكرة دي production of new different plant strain هعمل حاجات مختلفة وجديدة برضو غلط لان ده اصلا نعمل انا مش هعمل اي اختلاف انا بعمل كده عشان اعمل زيادة في الانتاجية المحصول وكمان اصرع عملية الزراعة الكلام ده صح وان هي دي اللي انا استفدته من فكرة من من الخلال اللي قدامك دي هستخدمها في من الاخرة مصطر انت قلتلي انا محتاج سوماتيك سيل سوماتيك سيل يكون فيها كل الجيناتيك انفرميشن جميل السكيلرين كايمة سيلز ديت سيلز الزايلان فيسل ديت سيل السيفي تيوب بفهاش النيوكيس اصلا يبقى انا عشان اعمل التشو كالتشر تكنيك انا محتاج البارين كايمة سيلز عايز يعرف مين من اللي قدامك مش هيبقى صح عن يعني انا عندي كنين خلايا الخلايا دول بتوع نبات الجزة بس في واحدة في الروت وفي واحدة في الاستام عايز اعرف مين من الجمل جيمش هيبقى صح طبعا مش نفس الكائن طرح ما نفس الكائن يبقى نفس ونفس الفكرة هم ايه هم سوماتيك سيل خلايا جسدية هل هم مختلفين في نوع اللي اتنين هيعملوا يبقى هم متشابين هل هم مختلفين في نوع الجين؟ غلط هم اللي اتنين بتوع نبات الكارت فبالتالي عندهم نفس الجين يبقى الايجابة هنا ايه يا شباب اختيار دي هي الجملة الوحيدة اللي غلط انت هنا في السؤال ده هتقول لي لو قطعته وحطته في كوكونات ملك هيكبر ويعمل لي يعمل لي طبعا غلط ليه غلط؟ لان هنا حصل نزع للنيوكليس انا شلت النيوكليس اللي هو اصلا فيه الجيناتك ماتيريال وحطته في الكوكونات ملك فبالتالي مش هيعمل اي حاجة او ما شل النيوكليس من التباكو بلانت هيموت ده سيل والضاي ده هيموت على طول انا شلت النيوكليس لو الجزء الحيوي في الخلية او اللي بيديها الحياة شلته فبالتالي ايه يحصل عايز يعرف الكروموسومال سيت اللي لما بقى ما بقى اعمل للكاروت بلانت ده طيب مش هو كانتو انه وهيعمل ديفيشن بالميتوزز يبقى هيطلع لي خليتين كل واحدة فيهم يبقى متشابهة بالزبط حب لك احنا الحاجة الوحيدة للحد دلوقتي احنا قلنا عليها هي ان هي السبور كل حاجة فاتت كانت 2N عادي نجي لأسئلة شوف اول سؤال هو الكاروت بلانت لما بعمله تيشو كالتشر بحطه في تيوب فيها ايه؟ فيها حاجة بتمثل النيوتراتيب ميديم ايه هو اللي كان يعتبر النيوتراتيب ميديم اللي هو الكوكونات ميلك الليكود نايتروشين كنت بستخدمه في التخزين عشان ما يحصلش دامنج للتيشو تمام؟ الهورمونز اللي هي الاوكسنز يعتبر دي كانت هي اللي بتمقى ستيميوليشن هي المحفز عشان يبدأ الديفيشن تمام كده؟ لكن انا الميديم كله كوكونات ميلك هو بيتحطله فيه ميديم مناسب للغيزة وبتاعها عشان يقدر يعمل نموه او جروي الكوكونات ميلك فيه ايه؟ فيه الاوكسنز فيه الاوكسنز فيه المحفزات للنموه بتاعنا اللي هي اختيار ايه؟ النباتات اللي هتيجي من الفيجيتيتب بروباجيشن اللي والتيشو كالتشر يعني هتكون متشابهة ولا مختلفة ولا فيه اي صفة من دول موجودة بنا وما بين الماثر سيل الخليل اللي هتيجي هتبقى شبه الماثر سيل بالظبط اللي هي هتبقى اختيار بيه جاية من اسكشل ربودكشن جاية من ميتوتيك ديفيجن الريبودكشن باي التيشو كالتشر is done in all the following parts of the plant except هو الريبودكشن بتاع التيشو كالتشر كنا ممكن نعمله باي حاجة من دول ما عادة حاجة واحدة ليه؟ البودز والليفز والليستيم بنقول عليهم سوماتيك سيلز خلايا جسدية لكن الفلاورز فيها الجونتز فيها الجميد سيلز اللي هتبقى مسؤولة عن عملية سيكشوال ربودكشن يبقى انا ممكن استخدم اي حاجة من دول باعتبارهم ان هما سوماتيك سيل عشان قدر اعمل تيشو كالتشر معادة الفلاور هي الحاجة الوحيدة اللي مش هينفع استخدمها لان دي هي اللي هتبقى مسؤولة عن عملية سيكشوال ربودكشن يبقى اختيار سي هو الايجابة أدي تكنيك قدامك ان انا كان عندي بلانت خدت منه خلية حطتها في نيترويتب ميديم كبرت بعد كده لبلانت تاني حلو كده ده اللي هو التشكالتشر عايز يعرف ايه هو السبب الرئيسي اللي خلاني اعمل حاجة زي كده هو طبعا ان انا حل مشكلة المجاعات اللي هي اللي هو اختيار ايه للنبات جبنا خدنا منه خلية واحدة الخلية دي حطناها في خدت تعمل لحد ما بقت وبعد كده عملت نيو بلانت عايز يعرف ايه من الجرافات دي اللي هتوصف الكرموزومة النمبر في single cell in H stage عايز يعرف ايه من الجرافات دي اللي هيوصف لك حالة الكرموزومة النمبر في كل مرحلة هو في كل مرحلة كان بيعمل انا ما عملتش ايه نوع من الديفجن فبالتالي كل حاجة هتفضل ثابتة من الجراف اللي هيفضل ثابت في كل المراحل مرحلة واحد واثنين وثلاثة واربعة كلهم ثابتين فين في اختيار انا قطعت جزء من الروت بتاع الشجر كام بلانت اللي هو قصب السكر يعني وعايز احفز احفز النمو هعمل ايه هعمل استخدام اللي هي الهرمونات طب مين الهرمونات بقى الاندول اساتيك اسد ده اشهر نوع من الهرمونات موجود حتى كلمنا عليه في شابتر الهرمونز وهنسمعه كمان بعدين في حتة اسمعها البرثينو كاربي قدامه ده اشهر انواع الهرمونات الموجودة او الاؤكسنز اللي هو الاندول اساتيك اسد خلصنا الجزء بتاع تي شوكا انشر وانبتدي مع بعض جزء البرثينو جينسس